منذ سيطرة الجيش السوداني على السلطة لم يخلو الشارع السوداني من محتجيه الرافضين لاعتراض المرحلة الانتقالية التي يقودها رئيس الحكومة عبدالله حمدوك فيما جاءت الضغوط الدولية تصب في ذات المنحة الأمر الذي عزز من موقف المحتجين وجعل كل ذلك يتمخض عن اتفاق سياسي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحمدوك يعود به الأخير رئيسا للوزراء في حينة الفضوك والحرية والتغيير العودة للحكومة المدنية مع استمرار سريان قرارات البرهان السابقة فهل يعاد الاتفاق السياسي منطلقا للعودة إلى تنصيب ركائز المرحلة الانتقالية وهل سيكون ذلك ملبيا لمطالب المحتجين المشهد السياسي في الخرطوم يشهد تقدما ملحوظا متوافقا بشكل نسبي مع تطلعات الاحتجاجات الشعبية والدعوات الدولية إذ أفادت مصادر محلية بتوقيع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك في القصر الجمهوري يعود بموجبه الأخير لرئاسة الحكومة اتفاق البرهان وحمدوك أكد على الإفراج على كل المعتقلين السياسيين إثر الانقلاب العسكري وتشكيل جيش موحد للبلاد وشدد على ضرورة الإسراء في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي على أن يتم تشكيل حكومة تكنقراط مصادر إعلامية كشفت أن الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك أكد على أن الوثيقة الدستورية التي تمت تبنيها عام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية من جهته أعلان مكتب حمدوك في تصريحات لوكالة رويترز أن الجيش سحب قواته الأمنية التي كانت متمركزة خارج منزل حمدوك عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين واشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة إذ أشار المتحدث باسم التجمع الوليد علي أن قوى الثورة السودانية ترفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار إجراءات البرهان السابقة للنقاش والمتابعة ينضم إليه من أوغندا دكتور منصور أرباب يونس أستاذ العلاقات الدولية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة مساء الخير دكتور وأيضا من لندن ينضم إليه دكتور نادر البدوي باحث في حركات الإسلام السياسي أيضا أهلا بك معنا دكتور نادر وسأبدأ معك برأيك هل يلبي الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك طموحات الشعب السوداني الذي بقي لأكثر أو قرابة شهر محتجا على ما آلت إليه الأمور حقيقة هو الاتفاق يلبي قضايا كثيرة ما بنقول إنه هو كامل ولكن يمكن إذا مشت الفترة الانتقالية ما تبقى لها في المسار الصحيح وتصحيحة كما يجب أنا أفتكر إنه ده حيكون أساس متين لوصول الشعب السوداني إلى مبتقى ولكن الردة اللي كانت موجودة قبل 25 أنا أفتكر هي اللي كانت احتغنت الشارع السياسي وجعلت هذه الإشكالات والتوترات في الشارع السوداني يا أختي الكريمة شعب السوداني 42 مليون ليس الذين يخرجون في العاصمة يمثل ذلك الديمقراطية والشرعية والحكومة المدنية لا تحدد بالتظاهرات إنما تحدد عبر صناديق الاختراع الجيش السوداني الآن على رأس السيد برهان ملتزم تماما بوصول الشعب السوداني إلى خلال 18 شهر إلى مراكز الاختراع فأنا أفتكر إنه أي الآن رأب الصدر في الشارع السوداني كل حزب سياسي يأنس في نفس الكفاة أن يمتسل إلى صناديق الاختراع بعد 18 شهر ويترك الحكومة الانتقالية تأدي عمله هذا تصدع الذي تتحدث عنه كان موجودا قبل 25 أكتوبر ما الذي استجد حتى يتراجع البرهان؟ برهان لم يتراجع حتى الإعلان السياسي هذا مكمل للقرارات التي اتخذها السيدة البرهان لم يتراجع البرهان من التعديلات والتصحيح لمسار الصور الآن الإعلان السياسي هو تكمل حقيقية لما بدأ البرهان في 25 وما في أي بنت من البنود يؤكد أن البرهان قد تراجع أو قد رجع إلى ما قبل 24 ما عدا دكتور حمدو طيب دكتور منصور هل تشاطر دكتور نادر بأن ما حدث هو استكمال وأن الاتفاق السياسي قد يكون منطلق للعودة إلى تنصيب ركائز المرحلة الانتقالية؟ شكرا للاستضافة الخطوة هي محاولة لنزع فتيل الأزمة التي مرت بها السودان من 25 أكتوبر وحتى اليوم ونعتقد أنه خطوة مهمة في محاولة لاستغرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان بغض النظر عن من يمثل من إذا تحدثنا عن حمدوك مثلا وحمدوك وقع بموجبه من يمثل حمدوك اليوم؟ إذا كان القوى الحرية والتغيير وقوى مؤسرة قوى سياسية في القوى الحرية والتغيير وقوى مؤسرة رفضت هذا الاتفاق وعبرت عنه منذ الصبح أنا أشاهد كثير جدا من القوات والقنوات الفضائية بالرغم من أن حزب الأمة نفسه هو من قيادات حزب الأمة هي من أعلنت هذه الخطوة في الصباح الباكر ولكن عندما شاهدت كثيرين من قيادات حزب الأمة في القنوات المختلفة فهما ليست لديهم أي علم بما جرى ولكن أنا من منظور أننا في السودان محتاجين إلى حالة نتفاهم مع بعض الاستغرار الأوضاع في السودان ومن ثم نخطط ونفكر بشكل جدي كلنا مع بعض ونفكر بعقل جمعي ليشهد السودان استغراراً أمنياً وسياسياً ومن ثم نحاول أن نلبلم شتات الشعب السوداني والقوى السياسية السودانية التي تمثل الشعب السوداني طيب سألتك لا أعلم أن كنت سمعتني أم لا تحدثت بأن الكثير من حزب الأمة لم يكن على دراية بهذا القرار أو الاتفاق وأيضاً كما تعلم قوى الحرية والتغيير رفضت الاتفاق ماذا يعني كل هذا وهذا التشزي داخل القوى السياسية المدنية من يمثل المدنيين إذن؟ هذا هو المحق فلذلك أنا لا أدري يعني الاتفاق بين الطرفين بين المجلس العسكري أو من يمثلون القوات المسلحة السودانية هو طبعاً منظومة معروفة ومعلومة وحمدوك هكذا جاء يعني فلذلك إذا كان حمدوك في شخصه طبعاً هذا عيب كبير ومشكلة كبيرة جداً ستشهده الساحة السياسية السودانية في القريب العجل إذا كان القوى السياسية التي تمسق الحرية والتغيير لا تعترف بما ذهب إليه حمدوك في التوقيع على هذه الوثيقة مع القوات المسلحة السودانية إذن ما زلنا نحن لن نراوح مكان الأزمة فلذلك الخطر في هذا الوضع أن الشعب السوداني مفتت وهذا التفتيت نحن نحاول أن نلملم هذا الشتات يعني لا يمكن أن ندير هذا التنوع الكبير يعني وده مشكلة الساحة السودانية يركز في الشخص ما يركز في المنظومات وده دلالة على أنه لا توجد منظومات حقيقية في الساحة السياسية السودانية إذا كان حمدوك يوقع بنفسه والقوات السياسية التي جاءت بحمدوك بعد الثورة ودعم حمدوك سياسيا لم يشهد أي قائد في السودان منذ سنة وخمسين كما وجده حمدوك بعد انتصار ثورة ديسمبر ولكن حمدوك نفسه أضاع هذا الجهد الكبير وأضاع الدعم السياسي الذي وجده من كافة الشعب السوداني والآن ذهب لوحده ليوقع مع القوات المسلحة في هذه المقسيمة الجديدة للككل الباب للتساء الأكبر نعم دكتور منصور سأنتقل وتوجه في هذه النقطة إلى دكتور رادر سمع الضيفي هذا التشزي والانقسام الموجود داخل القوى المدنية والتشتت الموجود داخل الشارع السوداني لأكثر من شهر ورفض قرارات البرهان والتظاهرات المستمرة يفتح الباب أمام كثير من التساؤلات وأبرز هذه التساؤلات هي ماذا ينتظر السودان اليوم هل هذا الاتفاق السياسي سيقود إلى انتقال إلى مرحلة جديدة وكيف قد يتعافى من الأزمات الداخلية السابقة لما قبل الانقلاب يعوقتي العزيزة الشارع السوداني ليس هو الأربع أحزاب التي كانت تسيطر على المشهد شفنا نحن هذه الأربع أحزاب هي كانت تسيطر على المشهد السياسي في السودان لحظة خروج من الحكم أصبح المكون العسكري انقلابي يعني البرهان لم ينطلب عليه أحد حتى نطلق كلمة انقلاب على المكون المدني بل بالعكس هي مجرد إجراءات تصحيحية الشارع السوداني الآن بيهدى لأنه في حاضنة سياسية موسطعة الآن في ضمن الاتفاق السياسي هذا بدل ما كان في أربع أحزاب فقط هي بتمسي الحرية والتقيير وهي صوتة عالية حتى الحزب الشيوعي خارج هذه المنظومة الآن تم فتحها حتى الأربع أحزاب مسموح لا إنها تلحق بالرقل وتمسي الحاضنة الآن في 28 تنظيم أو جسم موجودات في الحرية والتقيير المساق الوطني فأنا أفتكر إنه الآن الاستقرار في السودان حيستمر الشارع حيهدى لأنه هذه أحزاب صغيرة التي توجه الآن الشارع ولكن بعد وصول حمدوك مرة ثانية الآن بدأوا يشيطنوا في حمدوك وكأن حمدوك ليس رمز من رموز الثورة هل برأيك إعادة حمدوك لرئاسة الوزراء ستكون كافية من أجل امتصاص غضب الشارع؟ والاحتقان الموجود الشارع هو ليس هناك قضب هما أساروا القضب الإعلامي بأنه حصل انكلاب المكون العسكري ما وضح كثير إلا بعض الخطاب بتاع برهان في المؤتمر الصحفي لكن الآن الشارع السوداني حيهدى لأن حمدوك يمثل ما يقول حمدوك ما يمثل حمدوك أصبح يمثل ضامن كبير جداً لاستمرار الديمقراطية في السودان مقبول لدى القرب مقبول لدى المجتمع الدولي يا أوقت العزيزة الآن كل المجتمع الدولي موافق على إجراءات برهان لم نجد فقط شجب وغلق وقيره ما في إدانة حقيقية لهذا التحول التصحيحي فيما أخذ برهان هذه الإجراءات الشارع سيهدى سيستمر السودان وأي حزب الآن في المحك هو عنده قوة ويقدر حرك الشارع اللي يتجه إلى صناديق الاختراح بعد 18 شهر طيب دكتور نادر اسمح لي تقولنا الشارع سيهدى حقيقة الحديث عن قرابة 40 شخص مقتول منذ أقل من شهر من بدء الاحتجاجات وأيضاً عن وجود انقسامات داخل الشارع السوداني إلى من يرفضون عودة حمدوك حتى إلى رئاسة الوزراء ويطالبون بمرحلة جديدة بعيدة عن العسكر وبعيدة عن المرحلة الانتقالية التي لم تنبي طموحات السودانية أولاً الناس اللي يقولوا لا شراكة ولا مساومة ولا كذا ده كلام فارق لأنه انت المكون العسكري ده شريك أصيل وانت كنت سنتين ونصق قاعد معه أي مقالطة أو استبعاد المكون العسكري في أي بلد في العالم الجيش هو جزء من التغيير في عالمنا تالي الآن خذي تونس تونس الجيش وقف مع الرئيس ضد المكون الديمقراطي المنتخب لكن مصلحة البلد شوف الجزائر من 2011 بيطلع الشارع الجيش لم يستجيب للشارع ما لم يكون المكون العسكري دائم للشارع ما بيحدث تغيير في ناس بيستقلوا الدم يا أختي العزيزة ماتوا ألاف الناس في فضل اعتصام وماتوا بعد ذلك الكثيرين وشاهدنا جسس في مشرحة الامتياز سالت الدماء برا وكل غوة الحرية والتغيير اللي بتتكلم عن الشهداء وبتتكلم عن الدم هي استرخصت حتى دفن هؤلاء الناس حتى تعفنوا والجسس أصبحت ركام بتاع الحوم كل العالم شافة وكل القنوات الفضائية شافتها لا يتاجروا بالدماء على الأطفال دي أطفال بيطلعوها هم عشان يتاجروا بالدماء بتاعهم فأنا أفتكر أن المسألة دي الآن الشارع السوداني أصبح واعي وتحصل توعية كثيرة ويهدأ الشارع بإذن الله وكلنا سودانيين والدم السوداني قال لن نترك هؤلاء تجار الذين يستفيدون من الدم وتوظيفهم من أجل العودة للكراسي برأخرى أي شخص عاوز يجي يحكم يجي عن طريق الانتخابات و18 شهر معها بعيدة جميل دكتور منصور سأعود إليك إلى أي مدى هذه التطورات التي حصلت خلال الشهر يمكن اعتبارها انفراجة للأزمات السودانية الداخلية التي سبقت الخامس والعشرين من أكتوبر وأيضا من أجل تثبيت هذه المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي التي ناشد بها السودانيون لسنوات هذه انفراجة طبعا ولكن احنا بكل أسف في سودان نعيش في حالة رمادية جدا ولا توجد خارطة طريق واضحة وكل الذي تأسس بعد الثورة في 2019 أبريل يعني تأسس على محاصصات وعلى تقسيم الكيكة في السلطة وإذا كان المتظاهرون الذين خرجوا بعد 25 أكتوبر لو كانوا خرجوا من أجل إعادة حمدوك كرئيس للوزراء يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع دكتور منصور دكتور منصور هل تسمعوني؟ أنا أسمعك نعم تفضل أكمل لا أنا نادر طيب دكتور نادر سأتوجه بي سؤال نفسه إليك إلى أن يجهز دكتور منصور من أوغندا برأيك إلى أي مدى هذه التطورات تعتبر انفراجة في الأزمات السودانية ما قبل 25 أكتوبر يعني كان هناك أزمة شرق السودان وكان هناك أزمات كثيرة داخلية البطالة وغيرها هل من الممكن تفادي هذه الأزمات كلها من أجل إنجاح ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية؟ الآن أنا أعتقد في الاتفاق الأخير الذي تم بإرادة سودانية خالصة يعني هذا الاتفاق سهر عليه النفر من السودانيين الذين أنجحوا هذا الاتفاق يعني المبعوث الأمريكي للقرر الأفريغي فشل زريع في تكوين اللحمة بين الأطراف السودانية لكن هذا المشروع نجاحه لأنه وعد سودانيا بحتا لذلك أنا برأي أنه كل حلول المشاكل التي كانت هي تعقد الفترة الانتقالية سوف تجد الزهن المفتوح والشراكة توسيق قاعدة الشراكة الآن هو أكبر ضامن لحل حلة كل الإشكالات الموجودة ولكن الحزاب القبل 24 كانت قافلة البلد على أربع حزاب فقط ومستثمية البقية لكن أؤكد لك أن الشارع السوداني سيستجيب لهذه القرارات وسوف يستمر في الدعم وحل حلة الإشكالات بإذن الله طيب كيف تفسر اشتراط تجمع المهنيين السودانيين بأن تكون عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مرتبط بسلطة مدنية كاملة بعيدة عن سلطة الجيش هل ينذر ذلك على قيل جديد؟ نعم هو طبعا تجمع المهنيين كان شريك أصيل في التوقيع على الوسيقة الدستورية الآن الوسيقة الدستورية في المادة 2 اللي وقع عليها تجمع المهنيين وقع نيابة عنه الأستاذ أحمد المادة 2 بتجدي الحق للسيد برهان رئيس المجلس العسكري في اهتماده يعني الدستور لمن يعتمد البرلمان البرلمان هو الجهة الوحيدة اللي يمكن لها مراجعة الدستور لذلك البرهان عنده الحق والمكون العسكري هي أصيل حسب الوسيقة الدستورية في المرحلة أي كلام عن مدنية الحكومة هي هتكون مدنية سلطة تنفيذية حسب الإعلان السياسي سلطة تنفيذية تيكنوغراد وليست حزبية يا أختي نحن عانينا الفترة الفاتت من حكومة حزبية صارخة تتمثل في أربع حزاب تقسمت السلطة في البلد وسعت في الأرض فسادا وأفسدت الحياة السياسية اللتر بتاع البنزين من الجالون كان بـ 24 جنيه قفز لـ 1500 جنيه لا يعقل الخبز كانت بجنيه وصلت لـ 60 جنيه للنزاعات الحزبية في قسمة الكيكة وقسمة السلطة في السودان أنا أفتكر الآن حكومة نقراد نصت على الوسيقة الدستورية وحيكون في حكومة مدنية كاملة ولها الصلاحيات التنفيذية الجيش هو مراقب مجلس السيادة هو مراقب وده نص على في الإعلان السياسي طيب كما تفضلت إذن الوثيقة الدستورية ستكون المرجعية الرئيسية من وجه الاستكمال هذه الفترة الانتقالية لكن نتساءل حقيقة بأن هذه الفترة هل ستكون كافية أي أنه التسقيف الزمني لها سيكون مطلوبا وكافيا من أجل تخطي هذه العقبات وأيضا من أجل أن تلبي مطالب السودانيين هو لو تسرعوا في تنفيذ بنود الإعلان السياسي اللي هي النايبة العام والمحكمة الدستورية السودان لمدة عامين ونصف بدون محكمة دستورية نعم وهذا ما قصدته الكثير من الأمور الأمنية بقيت عالقة وحتى أعمال لجنة التمكين يعني الكثير من الأمور بقيت في ظل أكثر من سنتين والسودانيون كان يحتجون هذه الفترة ليست قليلة ليست قليلة أنا أفتكر أنه إذا الإراضة السياسية كانت حريص عليها المحكمة الدستورية يترك مجلس القضاء العالي هو يختار القضاء اللي بيبعاته للمحكمة الدستورية كان ممكن يتم خلال يومين اللجنة الاستينافات اللي لجنة التمكين كانت تستولي على أموال الناس دون إفساح المجال للتغاضي لجنة الاستينافة اللي هي كوينة والقضاء كان ممنوع أنك تتمشي القضاء تتظلم ضد لجنة إزالة التمكين أنا بأفتكر الثمنتاشر شهر اللي أعلن برهان في الإعلان السياسي كافية تماما لتثبيت الدعايم وترك ما تبقى من الدستور الدائم وكذا إلى البرلمان المنتخب نعم أشكرك جزيلة شكر ضيفي من لندن دكتور نادر البدوي باحث في حركات الإسلام السياسي شكرا لك على كل ما تفضلت به وأيضا أشكر دكتور منصور أرباب يونس الذي انضم إلينا من أغندا أستاذ العلاقات الدولية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وبدوري أشكركم مشاهدين وألقاكم في قضايا جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر